اهلا بكم الشعر تاجي الجماد الشعر ده حاجة عظيمة جدا وارجوكم يا جماعة بلاش تتهوروا على الشعركم ارجوكم ان انتو بلاش تعملوا مرة واحدة اي تصرف في اهانة للشعر الشعر على فكرة من الحاجات اللي لما توهان ده شيء قاسي جدا ورد فعل الشعر انتقامي انت اهانته يقع سيبك يتخلى عنك وشكلك ما يبقاش امور شكلت بقى مش حلو حصلت بتحصل حاجات كتيرة يعني لسه قريب حاجة حصلت في مدينة امها مش عايز اقول بقى عشان ايه محدش هزعل مننا ام خدت بنتها متين مناسبة في البيت امامة عايز شعري بقى حلو والمناسبة تستدعي ان انا لازم اروح اعمل حاجات في شعري لطيفة الام ما كدبتش وخدت بنتها وراحت على مركز المفروض مكتوب عليه مركز تجميل وعناب الشعر لكنه مش مركز طبي مفوش اطباق في اي حد تاني وكانت النتيجة وخيمة ما عرفش عمله ايه بقى في الشعر يعني الكلام اللي قلته الام ان بنتي بدأ شعرها ينهار ويقع بشكل خطير ومرعب للغاية بالبلة دي البنت بدأت كأنها دخلة في صلح كان الشعر شك شك عنيف الشعر بدأ يقع بدأت تجمعه بقى وتعرضه ما عرفش بقى يعني برضو دقة الصور سيبكم من الصور لان القصة طبع البنت شعرها حلو جدا فالصدمة كبيرة جدا يعني وكل ما شعر كان احلى كل ما الصدمة تكون اكبر واكتر القصة اللي احنا شايفينها دي بتحصل كل يوم مش بنفس الدرجة بس بتحصل كل يوم وبتحصل الاف المرات في اليوم لان احنا عندنا عدم وعي في مين نسلمه شعرنا عشان احنا عندنا تهور ولا مبالاة وحالة كده من حالات ما هو انا دايما نقول نفس الشخص اللي قاعد جنب حد بيفكك قنبلة ونفس الشخص شفنا صورة والله الناس قاعدة بتصطاد سمك جنب حريق في اسكندرية حريق شغال جنبهم وهم بيصطادوا سمك هم نفس الوعي رغم ان على فكرة كان ممكن ان تنفجر قنبوبة بشكل كبير جدا وتعمل لهم مشكلة في المكان نفس الوعي بتاع اللي بيسلم دماغه لاي حد لمجرد انه صاحبه او معرفة او حتى مش معرفة يعني هو عنده الجر انه يسلم دماغه راجل وست عشان يعمله بيبيليز او يعمله فارد شعر كيماوي او يعمله فارد شعر بالبوتوكس والنتيجة يقوم من القعدة يحضر مناسبته ويروح يلاق شعره تاني يوم كله جنبه عن المخد كرسة اسمها وعي الناس طيب النهاردة هنستمتع بفهم علمي دقيق للغاية وهنستمتع بحوارات كده وحكاوي جميلة عن الشعر مع ضيفتي العزيزة النهاردة اسمي لامع ومتميز للغاية في عالم الجلدية والتجميل والشعر طبعا دكتورة سالي العدوي خصائية الجلدية والتجميل والليزر الاسم البارز اللامع اهلا بيجي دكتورة سالي ساكيا دكتور الحمد لله قبل ما ادخل بقى في القص انت سمعت عن الحكاية بتاعة البنت والامها يا والله يا دكتور من شرط الحكاية هذه والموضوع منتشر جدا 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 والمراكز او المتخصصات او الاسم ايه بقى كتير جدا ويروحوا يعملوا بوتوكس للشعر فلال الشعر لأترميم للشعر كل ده بيدمر الشعر فعلا بتيجي بتوصل حالات بتيجي الحالات صلعة الشعر بينتهي تماما وبيصرفوا عليه بقى مبالغ عشان يرجع الشعر اللي وقعت تاني طائلة لغاية ما ووقت بقى عشان الشعر اللي وقعت ده يبتدي يرجع معنا وقت وفلوس وطبعا النفسية بتبقى متضمرة جدا طب ليه من البداية يعني انا بقول كل واحدة تتقبل شعرها بالطريقة يعني بشكله سواء كيرلي سواء ستريت وتأفر شكل الشعر ايه انتي تقبل شعرك زي ما ربنا خالق واحدة قصيرة واحدة طويلة واحدة عنها قدرة واحدة عنها سودة ربنا خالق واحدة شعرها كيرلي واحدة شعرها ستريت او ليس احنا نحسن من شكل الشعر الكيرلي بتاعنا بس يبقى كيرلي جميل يبقى الشكل حلو وتتقبله بالطريقة دي مش لازم كله يبقى ستريت وكله يبقى مفرود عشان انا بقى كده شعري حلو ده بيوصل لاطفال كمان يعني فيه امهات بيجيلي بناتهم صغيرين بيعياتهم من التنمر وكده في المدارس ويروحوا الكوافرات يفردوا لهم شعرهم طبعا بيتدمر تماما يانا قوليلي طب احكيلي كده حكاوي اسباب تساقط الشعر لانه كل الاسباب حكاوي طبعا بص يا دكتور هي التساقط الشعر ليه اسباب كتير جدا ممكن تبقى حاجة عراضية تمبراري مثلا مع الضغط مثلا توطر نفسي ممكن مع الحمل والرضاعة طبعا الهرمونات بتاعة الست بتتغير فبيحصل تساقط في الشعر ممكن طبعا زي الحارتك القصة اللي قلتها دي نتيجة الفرد او السبغات المتكررة الحرارة والبيبيليس ده من اهم الاسباب عمتا يعني ممكن بقى حاجات طبية يعني مثلا حاجة جيناتكس وراسية زي حالات الصلاع الوراثي ممكن تبقى حاجة فيه التهاب او فيه مرض في فروة الراس او الاسكالب بتاعتنا يعني يبقى فيها امراض كتير ممكن يبقى فيه اشرة من درجات الاشرة بقى بتتفاوت من اشرة خفيفة متطيرة كده لغاية اجزيمة دهنية ممكن يبقى فيه صدفية في الشعر ممكن يبقى فيه التهاب في فروة راس وحكة كل دي من اهم اسباب تسقط الشعر وطبعا نقص الفايتامينز والحديد وسوق التغذية دي من اهم الاسباب اتسقط له درجات اه طبعا بيبقى من اول ميلد يعني من خفيف خالص المتوسط لغاية ما يوصل معنا لغاية الصلاع مهم يعني ممكن او ست ممكن تسلع اه طبعا هو فيه حاجة عندنا في الطب اسمها فيميل باترن عند رجينيكالوبيشيا اللي هي التسقط او الصلع الوراثي عند السيدات دي قصة كبيرة يعني فيها عامل جيناتكس وفيها عامل من العادات الخاطئة واهم اسبابه الفرد لما المريض بيجيلك او المريضة بتجيلك عندها مشكلة الشعر انا جايلك او انا جايلك بسبب مشكلة الشعر ايه بقى الخطوات ايه اول حاجة تتعاني انا بمشي معها سستماتيك اول حاجة بشوف هل الاسكالب بتاعتنا فيها مشكلة الفروا نفسها فيها مشكلة فيه مرض في الاسكالب نفسه فيه اشرة فيه التهاب فيه صدفية ببتدي لو فيه مشكلة في الاسكالب بنبتدي نعالجها من البداية دي فيه حكة في قوات ايفر بقى المشكلة ايه بنبتدي نعالجها الاول ما فيش مشاكل في فروة الراس نفسها فيه تساقط بقى نبتدي نشوف هل فيه نقص نعمل تحليل طبعا هل فيه نقص فيتامينز هل فيه سوق تغذية كل ده باخد بحيس تري كويس جدا من البيشنت اللي قدامي بشوف هل هو يعني زي درمسكوب وكده بنشوف هل هو تساقط عادي ولا صالع والراس يعني زي بنعمل بلان كل حالة وليها البلان بتاعتها اللي احنا بنمشي عليها نشوف الاول لو فيه مرض نعالجه ولو ما فيش بنبتدي بقى نشوف فيه سوق تغذية فيه نقص فيتامينز بنعمل التحليل نشوف بالدرمسكوب هل هو صالع وراسي ولا تساقط عادي وكل مشكلة وليها على طريقتها في العلاج ايه هو الدرمسكوب؟ الدرمسكوب ده زي جهاز كده بنوجهه على فروة الراس هو جهاز طبي طبعا بيوجود في العيادات يعني بنشوف بقى بيبين لنا هل الشعراية سن ولا سك بيبين لنا المرض الاساسي فيه فروة الراس فيه عندنا امراض ولا لا يعني فيه عندي انا داتة بقى لما بشوفها بالدرمسكوب ده بعرف ده اندرجانك الوبيشيا ولا ده تساقط عادي الشعراية سك واللسين كل ده بيبين معين لو جالك المريضة او المريضة عنده الاتهاب شديد في فروة الراس ازاي بيكون التحامل مع الحال؟ بشوف الاول الاتهاب ده سببه ايه؟ هل هو مثلا صدفية؟ لو هي صدفية مثلا مرض مزمن دي مرض مزمن بيجي في الشعر ببتدي اديله شامبون مخصص للصدفية والتريتمنت معين نعالج المشكلة لو قش نفس النظام ببتدي ادي شامبوهات مخصصة وطبعا الشامبوهات اللي في الماركت دي مضرة جدا يعني الناس اللي بتروح تشتري طبعا مش أقول نيم معين الشامبوهات اللي هي بتبقى موجودة عمتا في الماركت دي بتبقى مضرة سواء في السوبرماركت او في الصيدلية او كده لازم بدي شامبو مخصص للمشكلة اللي احنا فيها طب بي Could be a medical by name لو فيه عشرة بيبتدي اديله لي شامبو مخصص للقشرة وبعدين بقى نبتدي لعلاج بتاعنا مش ايى شامبي لازم يكون حاجة Medical لازم Medical لازم Medical أنا بيعجبني قوي بيونيكيب بيونيكيب تعمل حاجات رائعة جدا أنتي دندروف شامبو ده يعني دندروف اللي هو القشرة مضاد للقشرة لازم الناس تبقى فهمي كلمة دندروف وفيه نيزة كويسة قوي إنه هو كمان مش بيينشف الشعر يعني أغلب الشامبوهات بتاعة القشرة عماتت حتى الميزيكل بيقى فيها مشكلة إن هي عشان فيها كراتولاتيك إفكت عشان نشيل القشرة دي فبتنشف لي الشعراء نفسها هو الشامبو بتاع بيونيكيب اللي هو الانتي دندروف بيبقى فيه ترتيب عالي قوي عشان يمنع موضوع النشافين بتاع الشعر والناس بتزهق بقى لما الست تيجي تستخدمه وتلاقي شعرها بتده ينشف ويخشن معاه تقولي لقى يا دكتور أنا هوقفه لأن أنا شعر يخشن وكده قال قشرة روحت بس أنا شعر يبقى خشن ومش حلو فده بقى حللنا المشكلة إنه بقى فيه سوزنج إفكت وفيه ترتيب عالي قوي فمش بي يعني القشرة بتروحه في نفس الوقت الشعر مش بينشف معاني طيب إذا جالك المشكلة لا هلتهاب ولا قشرة بس فيه تصور بيقى فيه بلان بقى نبتدي نبتدي طبعا بنمشي بلان من 3 ل 6 شهور مع البيشنت اللي قدامي على حسب بقى المشكلة اللي عندها لو هي حاجة خفيفة ممكن عليك بس زي الأمبولات مثلا بندي لوشن بندي شامبو طبي يعني بنمشي سيستماتيك كده بكذا حاجة ممكن بندي تابلتس كمان حاجات بتزود إمبات البصايلة بتاعتنا لو التساقط سيفير معانا وأندرجينيك قالوا بيش يبقى دخلنا في صلع وراسي وكده لازم بنعمل جلسات الجلسات بقى بتبقى ويد رينج قوي يعني ممكن بنعمل بي ار بي بلازما ممكن بنعمل حقن خلاج زعية ستم سيلز أو حقن ميزو سيرابي وأحدث حاجة بقى القيرة الجديدة اللي نزل الحاجة اسمها سكالب سريدز يعني بنعمل خيوط في فروة الراس نفسها دي بتزود لي سيركيليشن اللي رايح للبصايلة يعني بتزود الدم والنيوتريشن اللي رايح للبصايلة دي أحدث حاجة موجودة دلوقتي اللي هو السكالب سريدز دي حتى هي مش لسه مش منتشرة قوي بس هي فعلياتها تحفى يعني بنحط الخيوط البيدي اول سريدز اللي احنا بنستخدمها لشد الوش وكده بنستخدمها على فروة الراس بطريقة معينة بتزود لي قوي النيوتريشن والتغذية اللي رايحة للبصايلة بتاعتي فبتساعد قوي بتصرع في عملية العلاقة اللي برضو الموضة قوي وشايفها منتشرة وبتعمل نتائج جيدة جدا الاناجين أمبول الاناجين أمبول الأمبولات اللي هي بتفتح وتتحط بشكل مباشر الجوني كاب مثلا في أمبولات كتير من الجوني كاب لطيفة جدا بيقافيها منها لونين واحدة فتحة واحدة غامقة بنستخدمها يوم بعد يوم هي الفكرة فيها ايه الفتحة دي بتزاودي نيوتريشن أو البلات سابلاي الدم اللي رايح للبصايلة فبتغذيها والتانية الغامقة بتوقف التساقط فهي بتبقى زي ايه سينارجيستيك إفاكت كده بيساعدوا بعض فمن الحاجة أنا لكده كده الأمبولز بكتبها معي بس الجلسات برضو في الحالات السفير بتبقى لغنة عنها يعني بفضل الجلسات لو الحالة بقى فيه تساقط جامد لا لازم نبتدي بقى نعمل الجلسات معنا لازم استخدم شامبو وامبولز الاتنين مع بعض مش كده أنا لازم باستخدم كل حاجة ميديكال في حالات التساقط شامبو وامبولات وممكن سبري كمان وبساعد كمان بالجلسات يعني الاتنين بيمشوا مع بعض لأن حرارتك أقولك حاجة دورة أصلا الشعرية بتقعد من 3 ل 6 شهور عشان تنبت معي فأنا ببقى العيان برضو اللي شعره بيتساقط جامد ده بيبقى مستعجل فأنا ببقى عايزة أديله في الأول زي بوش كده إن الشعر يطلع معنا فيه يتحفز كده ويستمر على العلاج لأن إحنا عندنا مشكلة في الجلدية دايماً الأمراض الجلدية بتاخد وقت في علاجها فالعينين بتزهق مني فأنا بحب في الأول كده أديله بوش مثلاً أعمله أديله جلسات مع العلاج الطبيكال الموضعي بحيث إن الدنيا معي تبقى كويسة ويستمر بقى معي على العلاج فيه ممكن نلجأ الأساليب توصف بإنها غير آمنة في العلاج مش إنها غير آمنة هو حالك ممكن تقول لو واحدة مثلاً في حالة لكتيشن أو بريجنانسي أنا مش هقدر أديها كل العلاج فدي لازم أختلها علاج سيف قوي وإحنا بنديها فيه أمبولز ولوشنز وحاجات معينة ممكن ندهالها دلوقتي بقى فيه حاجات تبقى سيف في البرجنانسي والاكتيشن آمنة في الحمل والرضاعة آمنة المرضى الكبد والكلة آمنة المرضى الضغط العالي ما هي قادم آمنة في الرضاعة والبرجنانسي هتبقى آمنة في كل حاجة يعني المهم إنها آمنة باش فيه أصلح حاجة وبوض سيستم موجود في الجسم طبعاً لإنه مثلاً فيه علاجات معينة بالنسبة لحب الشباب لا بينقص وين بتقلق لازم نكون متأكدين الكابت كويس لازم نكون أكدين الست مش هتحمل قريب آه طبعاً تعمل تشوال في الأجنة آه ريتونايك أسد زي ريتونايك أسد آه آه عايز أقرب برطه من أنت كتير الخيوط بتعالج دلوقتي أي قيرة جديدة إيه الأحكاية للخيوط؟ الخيوط إحنا بتعودين عليها في الوش هي الفكرة فيها أن الخيوط أصلاً بيقى متحمل عليها مواد معينة بتغزي البصيلة فأنا بدخلها بطريقة معينة بتزود أو بتزود الدورة الدموية اللي رايحة للبصيلة شبع فكرة المونوكسيديل شوية ما هو المونوكسيديل في حالات الصلاع الوراثي أنا بستخدمه أنه بيعمل حاجة اسمها فازو دايلاتيشن يعني بيوسع الأوعية الدموية فبيزود الدم أو نيتريشن اللي رايح للبصيلة فهي نفس الفكرة السريتز دي بدخلها بطريقة معينة وأجلسة أصلاً واحدة بس وبتدي نتيجة تحفة بدخلها بطريقة معينة مثلاً عشرة سريتز أو حاجة بدخلهم بيزودوا قوي الدم وبيحفزوا البصيلة وطبعاً فيه كمان حاجة تانية ممكن أستخدمها برضو من الحاجات اللي بتحفز البصيلة أو الدرما بين يعني احنا ممكن بنعمل جلسات درما بين على الشعر برضو الدرما بين الواغز دا اللي بيحصل من الدرما بين ذات نفسه برضو بيزود السيركليشن والدم لرايح للبصيلة أنا هدفي إن أنا زود التغذية لرايحة للبصيلة اللي ماتت دي سواء whatever بقى سبب الضيب بتاع البصيلة إيه أنا هدفي إن أنا بزود الدم اللي رايح للبصيلة وممكن بقى في الحالات الأخيرة بنعمل زراعة يعني هير ترانس بلاند دا في الحالات بقى الصلاة الوراثي يعني الأمبولز بقى ليه طريقة استخدام معينة ولا لبكسر بحط كده وخلاص ممكن بكسر بيبقى دايماً أي أمبولز بيبقى معها الأبليكيتور بتاعتها بنفرق الشعر بطريقة معينة كده فلاينز يعني طعم بمشت خشب يعني أنا بفضل طبعاً إن المشت يبقى خشب بنفرق الشعر ونبتدي نوزع الأمبولز فلاينز سيكس لاينز مثلاً كده على الشعرية وبعد كده نعمل جينت المساج السكالب نفسها للفروة بس يوم بعد يوم يوم بعد يوم آه حلو أول أناجين أمبول منتشر دلوقتي ورجالة بحبوه جداً آه جداً أنا كل ناس بتنصحني بيه وأنا بحب يعني يعني فكرة الأناجين انت قلت لي بتعمل حاجتين مع بعض آه هو فيها بيبقى فيها لونين لون فاتح ولون غامق الفاتح ده بيزود النيوتريشن اللي رايح للبصيلة بيعمل فازو دايلاتيشن يعني أو بيزود الدم اللي رايح للبصيلة واللون التاني بيوقف التساقط مما الاتنين جوني كاب آه هي اسمها جوني كاب أناجين أمبولز روح بتبقى العلبة فيها اللونين مع بعض روح جداً طيب خلينا أتكلم على السبغة بقى ليه؟ ليه الحناء آه ما ست بتجيلي عندها شعر أبيض لازم تسبو وغير كده غير الشعر الأبيض هي اللي عايزة تسبو كل شوية آه دي حقيقة هي السبغة بحبت دور الشعر جداً يعني من أهم الأسباب اللي بتجيلي في تساقط جامد جداً للشعر السبغة والفردي يعني وتأفر بقى تحت أي مسمى في سبغات دلوقتي في الماركت حلوة جداً يعني دي أنا دايماً بنصح بيها وانا بستخدمها بصراحة يعني مفيش فيها بي بي دي ولا ريسانسينول ولا أي حاجة خلص ولا أي مواد مضرة طبية طبية سبغة طبية ما فيهاش المواد الكيميائية اللي كان بتضهر لا خالص حلو أول فدي من السبغات اللي أنا بصراحة بنصح بيها جداً اللي اسمها شاين أون موجودة في الماركت يعني ممكن بقى تستخدمها براحتها يعني كنت الأول أقولها لأ ما تسبغيش مثلاً أعملي حنة أعملي أي حاجة وبعدي يعني السبغة خالص خالص دلوقتي بقى فيه بديل في الماركت لطيف وما بينفيش فيه منه أي در لا دي سبغت شعرك أنا من أولتك ما تسبغيش وفي الست ممكن تضطر تسبوك لأن شعرها بيبيط وهي مش حبة صغيرة في السد صح مثلاً صح يعني يمكن الرجل يعني عادي الرجل بيعتبر يتقبل الموقف نحن بنحب أنا لما بعد نطلع شعرها بقيت أحب الحكاية شكلها حل السدات فعلاً مش بتتقبلها بتحس كنت بقولهم يعملوا حنة قبل كده بس برضو فيه ناس ما بتحبش قوي في عملها والريحة مش بتبقى أحسن حاجة ويعني صعبة شوية في عملها فدلوقتي لأ فيه دايد دلوقتي لطيفة جداً وما فيش فيها أي أضرار فأنا بنصح بيها بصراحة الميديكال يعني كوزمتولوجي بقى حاجة عظيمة جداً 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 في كل حاجة في كل حاجة طيب إمتى الإنسان يحس بتحسه إحنا بنمشي على بلايم مع بعض أنا بقول للبيشنت اللي قدامي إحنا هنمشي على بلايم من ثلاثة لستة شهور سواء بقى على حسب الحالة اللي عنده ميلد ولا مودرد ولا سيفير أنا بشوف الحالة عنده عملها إزاي وأبتدي إن أنا أو لو إحنا هنمشي على البلايم دي بيبتدي يتحسن بعض مثلاً أسبوعين أو ثلاثة يبتدي التساقط يقف بس أنا مش هدفي بس إن التساقط يقف أنا هدفي إن أنا أعمل إنبات للبصيلة اللي ما يتدي هدفي إن أنا الشعرية بعد ما تحولت لسن هير بقت الشعرية رفيع إنها ترجع تاني للفولسيكنس بتاعها فطبعاً هي دورة أصلاً الشعرية من ثلاثة لستة شهور فأنا ببقى معي من ثلاثة بقوله إحنا مع بعض من ثلاثة لستة شهور هنبتدي البلان بتاعتنا بس هو أنت بتتدي تتحسن وبتشوف نتيجة من بعد أول أسبوعين بس تمشي على العلاج بالزبط بس لازم الإنسان يفهم إن فيه دورة شعر لازم عشان ما يستعجلش بالزبط ما يستعجلش أنت عارفة الفاتحة والنصيح اللي تودي في داهيا يعني كثير من اللي راحوا ضحايا في عروهم يعني اللي ودوهم في داهيا صحبهم صحبتهم والناس مش فهم ما فيه حاجة بتحصل يعني وأنا بحذر بحذر قوي قوي اللي بعملوا الحركة دي بنت ربنا اديها موهبة الإقناع دي موهبة شوف النعمة فتقلب الموهبة بتاعة الإقناع دي إنها تعمل إيه تاخد صحبها توديهم لأماكن بتاعت السلة أماكن بيدرها ناس ما لهاش علاقة بالطب وتاخد فلوس هي مش معرفة صحبها مش معرفة إنها أخذ فلوس مش معرفة حاجة هي شغالة سمصرة طيب يا ريتها بتوديهم لده كترة كويس وأفتاعة مش عرف إيه تمام يبقى أنت ماشية يعني مش هقولي حاجة خلاص يا ستة لكن انت بتاخدهم لمكان له طبي ولا ناس ده كترة ولا فهمين في الطب لأن الطب في دكتور شاطر جدا في دكتور شاطر في دكتور شاطر بس الخبرة لسا بس اسمه دكتور مش هيعمل كارسة ممكن ما يبتكرش وبيبدعش لكن مش هيعمل مشكلة ولو عمل حاجة هيعطي يعالكها بالضبط بالضبط ما هو ده الطب ما هو الطب بتعلمنا لكن التاني لما بيعمل حاجة انا شفت منظر مرة على حد بعت ولي الله يسمح السوشيال ميديا بعتلي فيديو لوحدة انا مهرفش مين عمالة تتكلم بطريقة يعني ملهاش علاقة بال يعني بأي نوع من الاتيكيت وطبعا مش دكتورة خالص وبتتكلم بقى على التجميل طب انت يعلاقتك بالتجميل عشان بتتكلم عن تجميل بتزحق بتتخانق في فيديو يعني بطلع فيديو وتتخانق فيه ده معناها انه فيه لازم الناس دي تدرس نفسيا اللي بيتخلوا نفسهم في الحاجات الطبية والتجميل وهما مش أطباء ده لازم يدرسوا نفسين ده المختلين لانا أنا شفت ده شفت واحدة مختلة ده خلل عقلي بتتخانق مع دبانو الشهر في الفيديو هي يعني ياريت انها بتتخانق او كده احنا بيحصل كوارث يعني دلوقتي فيه بقى زي مسمين نفسهم متخصصات تقريبا او حاجة زي كده متخصصة بشة ومتخصصة شعار ومشعار انا جالي قبل كده عروسة محروقة حرفية عاملالها تأشير يعني عاملالها حاجة بيل اصلا ده ما ينفعش غير يتعمل في كلانك هما زي بيقولوا احنا متخصصة وبيقولوا على نفسهم ده كترة برضو والناس بتمشي بقى وراء البروباجاندا والحاجات دي محروقة والشاه محروقة فراحة بعد بكرة قلتها طب انا هعملك ايه هو جزء من الغلط عليها بس فيه جزء عليكي برضو الكلينكس ماليا المكان روحي لأي دكتور انت رايحة المتخصصة وراحة تعملي تأشير في وشك بيعمله درمابن وحاجات فيها بلد بينزل وبيحقنه هيعمله مشاكل كبيرة جدا بيحصل الدولة بتحارب فيروس سي ودول هيعمله على انتشار فيروس سي بالضبط لا فيه تعقيم طبعا ولا هي عارفة هي بتعمل ايه يعني انا مثلا بعمل تأشير انا عارفة انا دخلة دبس ايه وبحط مواد عاملة ازاي وباستنى قد ايه بين الكوت والتانية انت بتحطي وخلاص وبتعملي وخلاص طب والناس بتجي مع حروق او متشوهة وخلاص وبعدها مش كل اللي باعها فلوس مش كل واحد معها إرشين ورسهم بيعمل مركز طبي وهو مش دكتور لا اعمل اي حاجة تانية يا اخي سامل كافية يا اخي عايز سامل اعمل اي حاجة اعمل اي حاجة اعمل حاجة ما تضرش الناس لا بجد والله اعمل مطعم اعم ويجيب اكل حالو واكل انا بعتكسب كويس لا وفي حاجة تانية برضو اللي بتغزني جدا ان هما دلوقتي يقولك ده بروتين علاجي ده ترميم علاجي ده بوتكس علاجي للشعر ده فيلر لا ده الفلر ده بيعالج التساقط للشعر وكلها مواد فرد وكله بيجي شعره متباق يعني بيقنعه العميل كلهم فرمالين اه بيقنعه الكلينت اللي قدامهم ده هيعالجلك شعرك يعني انت شعرك فيه مشكلة ده هيعالجه لك بقى ده بوتكس علاجي ده فيلر علاجي ده فرد علاجي ده مش عارف ايه كله علاجي وطبعا كله بيدمر الشعرك والناس بتبقى فرحانة قوي بشعرها في الاول ان هو ستريت وكده فخلاص بقى بتسمع الكلمتين وتقتنع بيه وخلاص على كده ويجوا يعياته بعد كده مرسي يا دكتور مرسي يا دكتور وسلامي للوالد ايه هو بيحبك جدا انا انت قلتيني قبل الهواء وسلامي له اخوبي مواصيني ان انا سلم على حديث انا البسلم عليه ده حاجة عظيمة جدا جدا تحياتي له كل يعني ضميات كل يعني المنصورة وناس الشرق الدلتة ده حاجة عظيمة جدا جدا مرسي يا دكتور ربنا خليك يا رب الاسم المتميز للغاية صاحبة الكاريزما والشرح الرائع شرحت لكم بقى كل حاجة خاصة بالشعر مش كل حاجة يعني حلقة اولة يعني لان الشعر ده عالم كبير طبعا فيه لسه حكاوي كتير احنا خدنا من اسبك توحدة او من كذا نقطة لكن ملكوش حاجة الماركت في حاجة ميديكيشن كويسة جدا الطب موجود في كل حد دكتة الجلدية والشعر شاطرين وما شاء الله فيه ناس بقيت متخصصة في الشعر جوه الجلدية نزايبين الجلدية ومركزين او في الشعر كويس جدا احنا دلوقتي بقينا في السابي سبيشياليتي ما تسيبوش ده كله وطورة على ناس مش ده كترة وبعدين تتفع التمن ايه شعرك يقع ويبوز وتتعل وتعيط وتروح لدكتور بعد كده يقعد انت وهو قاعدين بصي الله بعد هو بصيته ليك لوم وانت بصيتك له رجاء ما بين اللوم والرجاء انت وحظك لا يرجع تاني الشعر لا يعنت معاك ويقولك الجملة الشهيرة انت اهنتني وانا تخليت عنك خليكو مع الدكتوري